تراقب واهتمام بشأن التأثيرات المحتملة لأحدث جولة يقوم بها وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة على تعقيدات الملف اليمني متعددة الأوجه في ظل ما يراه المراقبون فشلا محتملا لاتفاق السويد فملف الحرب في اليمن أشير إليه ضمن ملفات عديدة من المقرر أن يبحثها وزير الخارجي الأمريكي خلال جولته التي ستشمل الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي ويتصدرها ملف الأزمة الخليجية والوضع في سوريا والموقف من إيران مع إشارة واضحة إلى أن محادثاته في كل من الرياض وأبوظابي ومسقط والكويت ستتناول الأزمة اليمنية وبحث نتائج الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق السويد منذ أن غادر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس منصبة على خلاف كبير مع الرئيس ترامب خفت حدة الاهتمام الأمريكي بتحقيق انفراجة في الحرب الدائرة في اليمن والرغبة في الضغط على الأطراف للذهاب إلى سلام حقيقي في المدى المنظور لكن المراقبين ينظرون باهتماما إلى الدور الذي سيطلع به مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية في توجيه السياسات الأمريكية لتأخذوا شكلا أكثر تأثيرا حيال الحرب في اليمن ومن زاوية الغضب المتنامي على السياسات السعودية الإقليمية وعلى خلفية جريمة مقتر الكاتب السعودي الشهير جمال خاشقجي تدفع الأمم المتحدة بكل إمكانياتها الدبلوماسية لإنقاذ اتفاق السويد الذي يبدو أن أهم بنوده والمتعلقة بالحديدة تواجه تحديات خطيرة تهدد بفشله كليا الأمر الذي دفع بالمبعوث الأمم مارتن غريفث إلى بدء زيارة متزامنة إلى المنطقة فقد أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي بنيويورك أن الاجتماع الثالث للجنة التنسيق إعادة الانتشار في الحديدة سيعقد يوم الثلاثة المقبل لافتا في الوقت نفسه إلى أن رئيس اللجنة لجنرال باتريك كاميرث حث الأطراف على تخفيف القيود المفروضة على العمليات الإنسانية وتعزيز وقف إطلاق النار وأوضح المتحدث الأممي أن الأطراف اتفقت خلال الاجتماع على تفعيل آلية الرصد والمراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة وهو من نوع التصريحات التي تبقي على الباب مواربا في الوقت الذي تؤكد المعطيات الميدانية أن الطرفين لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن إعادة الانتشار فيما تستمر الخروقات الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة